اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة للخبر جدا سعيد بلقائكم اخواني اخواتي العاشرات منكم كانوا يطلبون مني نهضر على جريمة اليوم اول مرة سوف نهضر على جريمة وقررت انني لا نهضر على جريمة عادية نهضر على جريمة عندها بعض الخصوصيات ما يعني الخصوصيات؟ ان هذه جريمة دوي القربة جريمة المقربين احيانا كان قبل ان الانسان لا يعرف ايش او مجريم جاء وارتكب جريمة من اجل الفلوس او من اجل اي هدف معين لكن اللي ما كان قبلوش ولي كان نرفضوه ان اقرب المقربين لنا هم اللي كيقوموا بجريمة ضدنا وكيتعدو علينا واحيانا ينهيو الحياة دينا اهلا بكم في خصة جينيفر بان اهلا بكم جينيفر بان والدية هاجروا في كندا في سنة 1979 بجوجهم لبوها ولمها من الفيتنام جينيفر ازاد في 1986 اخوها فيليكس ازاد في 1989 الوالدين ديالهم كانوا من رحل الكندا استقروا في ناحية تورونتو لكن كانوا يخدموا بزاف كانوا يبجوجهم يخدموا في واحد المعمل كانوا يصابوا في القطع الغيار و القطع الطموبيلة دوكلي بياس لكن كانوا استريكت بزاف مع الابناء ديالهم كانوا صارمين في التربية ديالهم الاسيويين معروفين بالصرامة مع تربية الابناء يكون لديهم تحصيل علمي جيدا و يكونوا بعيدا على الكثير من المشاكل التي يدرونها جنسيات أخرى كانوا يجبون الاسيوي يمشي على الطريق المستقيم فالفضل يرجع إلى الوالدين ازاد عندهم المولود لول جينيفر في 1989 و كما قلت أخوها فيليكس 1989 فربهم تربية صارمة بزاف كانوا يحددون لهم و ماذا يريدون مثلا فالفضل فيليكس سوف يكون مهندس ميكانيكي و من بعد سوف يقوم بعمل الديزان الطموبيلات فالفضل جينيفر أخوها لا تكون طبيبة أنت سوف تكون طبيبة لا تنقشي معي جينيفر بدأت الإبتدائي و بعد الإعداد أخوها يزيارها أخوها يريد أن تقوم بعمل الدروس و الواجبات المدرسية لا تكتر باللعب تحضم العلاقات و كنت تشعر بأنها في سجن و من أخرى أخوها 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 فعوها كنت تجد تجد أنها تخوها أخوها فأخوها لا اعجز وكان لديه معالة تزحلق على الجليد لكن كانت تقصحت في الركبة تقصحت خيبة بعدها على البتناج وبخاتم مع الموسيقى ومع البيانو ولا تواعر في البيانو لكن في المدرسة لا في الغرب لدينا شيء جيد أن كمية تكون في التانوية ممكن تعمر عن الجامعة وتقبلك ولو لا تزال شديد الباك تعمر بعام أو عامين تقبلك قبول مبدئي يتأكد بأن النقاط مزالة مزينة حتى النهاية وتأخذ شهادات الباكالورية بالفعل جينيفر تقبلت جامعة ممتازة في تورونتو لكن من بعد تخطط المادة الرياضيات فالجامعة تصلت بها قلت لها نرى ما بقينا سوف ننقبلك رأينا القبول لك خبّت هذه القضية على داره جينيفر لم تنجحها تحتها في الباك قبل الباك في التانوية لا ساكيام ولا سيزيام كانت النقاط أخيب بما يكون والسلوك كانت خائب وكانت في التانوية مزيانة حيث تردت هذه التانوية مزيانة وكانت تردتها بسبب النقاط والسلوك وكانت تنوية مزيانة لكن كانت تخبيع لولديها حقائق النتائج كانت مثلا تأخذ سعود وكانت تقول لولديها سيكون لديها 19 وكانت تزور النتائج زورت كل شيء زورت رسالة الجامعة بأنها تقبلت فيها وقالت لولديها خصوصا أبوها لأنها كانت تضغط بكثير منها قلت لها أنها سأذهب في هذه الجامعة سوف نتحق في الجامعة طورنطو لكي نكمل الدراسة وكانت تعرفت على شاب اسمه دانيال وكانت تحمق عليه والوالدين كانوا يقولون لديها أخطر شيئا سوف تطرع على حياتك وهذه هي الولد وكانت تقولون يقولون لي أنت أخطر شيئا عليك وعلى الحياة الدراسية هي البنت وهذه الحقيقة وكانوا ضد أن تخرج أو تذهب أو تسكر كانوا يزيرون ابنتهم لدرجة أنها واحد النهار في صباح تفيقة لم ينزل فطر وكانت تعيط لها مجهوبتها وجدتها دائرة غير مخادة وقنعت والدها قلت لهم ودعبتي لدي واحد صاحبتي قلت لهم غامضا وكانت لديهم غير ويكند وكانت كتبت لها دانيال وكانت العمل وقلت لها وقلت لها وقلت العمل في سنة الثانية وكانت لها جميع وكانت تكون في الدار عند وليدها في الوكند أتجب معها الكتبات وقد تدرسها تدرس التمارين وقد ترى الانترنت وقد ترى أفلام وطائقية وقد تدرسها فترسي الوالدين وقد ترسلوا تدرسوا ويظنوا أنه الحقيقة لكنه في الحقيقة غير زيف وكذوب جاء الوقت للتخرج في الاستعامل يجب أن تخرج من الجامعة وكيف حدثت الوالدها وقد قلت لهم قلت لهم قلت لهم هذه الجامعة وفي المكان لم يكن لديكم أعطيتها الى صاحب أثنو نحن التعرف لغاية في البيانو وقد أتدرسوا بالجامعة قالته قلت لهم نظروا جميعا رأي النقاط عالية لدرجة أني لدي الكثير من المنح المدرسية هذه المنحة كانت نخلص بها الكتوبة و هذه المنحة و هذه المنحة كانت نشرب بها و لا ستخلصوا على ريال بالفعل أربع سنين و وليدها لم يخلصوا عليها حتى شيئا و فرحانين سالة التخرج جاءت وصل الخدمة كتبات عليهم قلت لهم أنني أخذ دامة في اللابوراتور من السبيطر كانت صاوبة الأدوية و كانت فرماسيان صغير كانت صاوبة الأدوية و أخدم بالليل و أحد يوم أمي قالت أمي و قالت لي أنه لم يحصل بأن أبنة و عمرنا و رأينا الأنفذة لم يكن لدينا شيئا مثل الخدمة و عمرنا و رأينا كارد الخدمة و لا كانت بلش لم يكن شيئا و أدريك أن أصل إلى هنا و لكن بالفعل لقد رأيته في الطمويل و قالوا أنه سأذهب و سأذهب إلى السبيطر و سأذهب إلى الدخول و سأذهب إلى الطمويل و سأذهب إلى الطمويل و سأذهب إلى الطمويل و أولا سأذهب إلى الطمويل و قد أدخلت ذلك و لم يكن لدينا و أقدرات طمويلة و تنقلبه عليها و لم تكن لدينا و تنقلت و بعد أن أغتقى أجات في الصباح و أحسنت لدينا اشتركوا عنه فيها هو البرج الخدمة فيها هو اليونيفورم اردت الورقة عندما تنتهي و هنا هم الفلوس الخدمة انا ارى كونتبونكر اعترفت لهم قلت لهم انني عمرني ما قرأت عمرني ما كده قلوا لي وليد يا صافي ان يدخل في الدار لم يكن للخروج و لا يوجد شيء هذا صديق دانيل ما يبقى عجبه الحال ما يبقى يوما يشوفه لم يكن لديه علاقة أخرى مع أشياء وحدة هي بقى فيها الحال لم يكن لديها علاقة تايمة مع أحد خينا وكان معها في التنوية وكانت تعاود لها على الزيار المزيارين والديها وقال لها أعرف ماذا أجنف قال لها نار واحد ناركم ونقتل أبوه على هذه القضية قال لها الله يحرم عليك وتمشي للحبس وبعدها تمشي لجهنم لكن التقطت هذه الفكرة وحجبتها وقال لها أعرف تراني تريد أن تفضيها أبوه قال لها أخر عندي أحد صاحب يجب أن ينظم لك هذه القضية تفقه على 1500 دولار أعطيتها لها أخينا وقال لها تفضيه وقال لها تليفون عمره معه جوابه في هذا الوقت ذلك أرجعت لك الصديق دانيال أرجع للعلاقة وقال لكي أرى أن أريد أن أقتل والديها وقال لها المجموعة الفلوس التي سأردت 500 ألف دولار دانيال أرى أحد صديقه الذي أرى أحد أخر وقال لها وقال لها على 20 ألف دولار لكي يقتلوا والديها وقال لها وقال لها ما أعرف يا أبي دانيال صديق صاحبك وصديق لي أنا أعرف ما على وجهكم أعطي أرى أن أعطيها يعني 10 ألف دولار أتفقوا في الليلة المعودة في شهر نوفمبر الشهر 11 هذا السيد يجلب معه جوش أخرين يتعافقوا على أساس أنهم بالليلة ستجعل الباب محلولة ستدخلوا و يدخلوا رأسهم و يقتلوا وليدها هذا ما الذي يترى؟ جاء المجرم مع جوش أصحابه و دخلوا للدار و نزلوا وليدها و ضربواهم بالفردي مساكن بجوشهم البنت تصلت بالبوليس قلت لهم رأسهم و يترى و جاءوا واحدين و كتفوا و نزلوا وليدها و قتلواهم فذلك الوقت كان دخلوا بالكلور سمتت مابسا لكن كان حقا مع البوليس ما ترى؟ ما ترى؟ ما ترى؟ و تعود لهم وبعد التحقيق القادم وتعطوهم لها البوليس و قالوا لها كيف عيتنا على التليفون كيف عيتنا البوليس و إنت لم تيجوزنا قالوا له أطلال لنا كيف أن أطلالنا حتى عيت التبوليس لأن لم أدخلت لهم الأرض قلت لهم كانوا يدعون الور و قلت تحققها و قلت تحضر و قلت لهم كيف سمعت البوليس في تلفو قلت لهم قلت تحضر في الفوليوم و قلت تحضر معهم حتى قلت لهم ما كان و أعطيتهم العنوان لنا لكن البوليس لم يكن اشتقوا في جينيفر كانوا دائما دائرين عليها العين و لاحظوا بأنها في الجنزة لم يكن حزنة كثيرا عادية من بعد سوف يقبها من الكومة فاق مسكن في حالة يرتالها عنده ضربة مضرب بالقرطاس مضرب بالقرطاس والدخل على الوجوه و كانت تهلس فيه خدروا بوليس الأخوال و بحثوا معها قلت لهم مرة طيلة العملية قبل أن ينزلون المجرمين بنتي كانت تحرك مع المجرمين و كانت تهضر معهم بحل أصدقائها قلت لهم لم يكن مكتفة و قلت لهم لا كانت تمشى أنا متأكد بأنها عندها يد أعطوا لهم البوليس مرة أخرى يحقوا معها و زياروها كثيرا تسعود السوائع للتحقيق اعترفت لهم بأنها بالفعل تسعود المجرمين قلت لهم لا يقتلوا والدية لكي يقتلوني أنا لا أستطيع عيش الحياة كانت تشاهد سجنة والدية يضغطوا على اليها و كرهتها الدنيا و بالعكس قلت لهم صافية القادية و قلت لهم صافية لا تقتلوني ضغطوا على البوليس و قلت لهم اوكي ارى أنه يعطوا لهم لكي يقتلوا والدية لكن في الأخير لغيتهم لقد ظهرت القادية قالتم أنها لم تدخل الأجل وقالوا لهم أن لا يمكن أن تنقلها لذلك نريد أن نكمله سنعود أن نقتلهم وإنهم سأعطنا الفلوس سنعود أن نقتلهم لأنواق فلاحظوا أنهم ليفعلوا بالجنيفر لأن لم يتصرقوا الكلام لم يتحمل الجواهير وكانوا في الشهر قادم توفيها كما شرح ميرسيديس والأكزيس لم يتبغلوا شيئ كبير و كيف تدربوا الوالدين ولم تدربا البنت هذه كلها كانت أسئلة عند البوليس وكانت تعرف طريقة التي تعملون بالبوليس لا يبينون لك شكوا فيك و يخليوا المسائل الغادا و تتكتظروا و يسجلوا عليك لكن لديهم ملاحظات لا يقولونها فكانت لديهم هذه الملاحظات كلها كيف تضربوا والدك و أنت لم تضربتك لماذا؟ مع العلم أنها ستكون شاهدة أنها رأيتهم يخافوا منها تشاهد إذن في مصلحتهم أنها تفضيها معها لكن لا تفضيها معها اعترفت بكل شيء شدودك ثلاثة كل شيء تحكم بالمؤبد في سنة 2014 هذه الجريمة هذه طلعت في 2010 4 سنين فيما بعد عاد يخرج الحكم لأن غير محاكمة جينيفر شدت عشر شهور يدمن توجد الملف يدمن هيئة المحلفين يدمن المحكمة توجد الملفات يدمن المحامين يوجدوا الملفات ف4 سنين المحاكمة تحكمت في 2014 جينيفر أخذت مؤبد بالإمكانية الإفراج المؤقت بعد 25 عام للحبس إلا واحد التي أخذت 18 سنة بعد الإمكانية الإفراج المؤقت بعد 9 سنين لماذا؟ لأنه تعرف قلت لك أنا مدني جينيفر من البداية المحاكمة حتى النهاية تقول لك لا لا أستطيع أن تقوم بها وهنا عاد صعبات على القادية إذا كانت تهم والدلائل كلها عليك ضدك من المصلحة كأنك تقول أنا الذي قلتها لأن الدولة كانت تنتاقم منك حيث ضيعت لها الوقت وضيعت لها الفلوز فلا يرحمك شيء جينيفر لا يكون لديها الحق في الإفراج المؤقت إلا في سنة 2035 أبوها و أخوها طلبوا من المحكامة أنها معموها تصل بهم مدى الحياة سواء في الحمس أو من يغادا تخرج إلى خرجات ترغم الناس الذين يفهمون في القانون وتفهمون في المحاكم الكندية كيف يستحيل تخرج أبوها والعائلة والمهلمات حتى أحد أخوها فليكس خرج من طورنطو لا يعيش في الشرق كندا أبوها لم أفهم ما أفهمت لها بنت و لم أفهمت أي شيء يقول البنت التي صرفت عليها و خدمت و كنت صحيح و كنت تصارم معها لكن من أجل المصلحة لها تريد أن تقرأ و تريد أن تكون شيئا في الدنيا و لم أفهمت ما أفهمت لها لتأخذ القرار أنها تحاول تخطني و تخطني أبوها و لم يعيش بطريقة حياته تغيرت نهائيا لا يوجد شئ بثاف و يفكر ذلك تأخذ بزاف ذاكرة فبنت صدماته لم تكن تصور أنها أقرب مقربة لي أقرب المقربين أنها تتمنى و يتمنى لها أن تكون شيئا كبيرا ستتأمر عليه و ستقتله لكي تأخذ الحر و تدير مبغات و تشد الفلوس إخواني يا إخواتي هذه الأول مرة في خنات ضل خبرت أن نهضر على جريمة و كما قلت في المخدمة من يطلبون من العشرات أن نهضر على جريمة لا يريد أن نهضر على أي جريمة لأنه عادي أن أحد ما يعرفه لا يوجد جريم قتال صارخ يدخل عليك الدار و يسرخك و يرتكب جريمة لكن هذه الجريمة لا تريد أن تكون درس تكون لأبناء و لأباء الدرس على أن الأباء لا يضغطون على أبناء لهم كثير من يجب لا يستعملون معهم العنف لا يستعملون معهم السياسة تطلق و رخف تزير و رخف تزير و رخف لا تتعنف ولادك لا تختار لهم المصير لا تحول لك إلى سجن لا تحول لك إلى سجن أو سجن أليف تدخل مع الساعة فلانية وتخرج مع الساعة فلانية وأهم شيء أعطي الأبناء لكم حرية حرية من طبيعة الحال مع بعض المراقبة خصوصا من أن يكونوا في سن مبكرة بحال 14 15 16 سنة 18 ضروري من المراقبة للوالدين لكن دعوهم يفهموا الحق والغلط دعوهم يفهموا الضرر والمنفعة هم يقتنعوا بها لأن إذا لم يقتنعوا بها سيكون حياناتهم كلها تمثيل عليكم سيطلع لك بأنه مجتهد سيطلع لك بأنه لا تتعليق سيطلع لك بأنها تتعليق سيطلع لك بأنها تتعليق لك بأنها تتعليق لكن في الحقيقة تتعليق في الدار عند دانيال تتعليق وليدها بأنها تقرأ ومشت للجامعة وتتعليق البكالوريا والنقاط عالية كانت كلها قصة خدعة الواندين كانت تصوير معيشهم في الكذوب لماذا لأنهم لم يقبلونها كما هي جينيفر طبيبة لا تتعليق لا تتعليق فارماسيست وتعليق وعراء وتقرأ لم ترى رأسها لم ترى رأسها لم ترى رأسها في الباتيناج تنصح حلقة على الجليد لم تكمل ضربة التي ضربت بعد أحبت الموسيقى وليدها لم تتعليق بالنسبة لهم البيانو لا شيء أريد أن تكون طبيبة لكنها لم تختار تكون طبيبة أريد أن تكون صيدرانية فارماسيست وهي عمرها لم تختار تكون صيدرانية وأنا أريد أن نرجع للحديد للنبي صلى الله عليه وسلم أشكركم على المتابعة كان معكم عبداللطيف إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة الخبر